السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد كناك لأومد ومبارك عليكم وعلينا شهر رمضان مبارك تقبل الله منا ومنكم اليوم عنا أول فيديو في مطبخ التجميعات الرمضاني ونجينا لكم تجميع لطيفة كل القطع اللي فيها NZXT أهمها كيس NZXT الجديد الـ H9 Elite ولوحة أومل N7 بشريحة B650E مع شوية منتجات NZXT أخرى كمان كل إشي بهاي التجميعات جاي باللون الأسود من أول قطعة إلى آخر قطعة موقع CDK بقدم خصومات حقيقية على برامج ألعاب بطاقات شحن ومرحقات ألعاب وأهم منتج من هاي المنتجات هو الـ Windows 10 Pro اللي سعره قبل الخصم 17 دولار عشان نحصل على الخصم الخاص بالقناة منكبس Buy Now منحط كود الخصم اللي هو C.A.M وهيك بطلع لنا السعر الجديد اللي هو 15 دولار منعمل Submit Order منختار طريقة الدفع منكبس على Get Key عشان يطلع لنا مفتاح Windows منكبس Start منطبع Activate عشان تطلع لنا صفحة تفعيل Windows نكبس Change Product Key أو تغيير مفتاح Windows منحط المفتاح اللي أعطاني الموقع نكبس Activate وهيك بيكون تفاعل ونربط باللوحة الأم هاي للأبد رابط المنتج والعروض وكود الخصم موجود بوصف الفيديو في أكثر من قطعة جديدة موجودة في هذه التجميعة معي أنها قبل هيك على القناة إضافة لكيس NZXT الـ H9 Elite ولوحة أم الـ N7 B6150E أيضا من NZXT في عنا الذاكرة والتخزين من Kingston بسرعات قراءة والكتابة بتوصل 7000 ميجا بايت وأيضا أول مرة نستخدم معالج الـ Ryzen 9 7900 في تجميعة هذا المعالج عينا قبل هيك ولكن أول مرة بنحطه بتجميعة هدفها الألعاب وإنتاج المحتوى بنفس الوقت ومناسب للوحة أم بي 6250E بقية القطع كلها استعرضناها قبل هيك هي مواصفات التجميعة طالعة عمامكم على الشاشة مع أسعار القطع ووحدة ووحدة ملاحظة مهمة جدا قبل ما نبدأ إنه في بعض القطع بهاي التجميع إنه الموضوع كان برجع لي وعندي خيال آخر ما كنت راح أضعهم زي كرت RTX 4080 لأنه زي ما بتعرفوا إحنا ما منحب السعر مقابل أداء له هذا الكرت سعره مبالغ فيه جدا مع إنه أداءه جدا ممتاز ولكن كان الكرت الوحيد من سلسلة 4000 اللي عندي اللي لونه أسود إذا انتبهتم معظم الإصدارات حتى اللي لونها مفروض أسود بتيجي سلفر أو فضية أو رمادية ما بتيجي سودة باللون الكامل حتى هاي النسخة فيها توشيحات سلفر وشوية أحمر وأزرق اللي مش عاربين بعض ناس ولكن هم مش مبينين الملاحظات اللي على القطع الأخرى إن شاء الله راحكيها بالخلاصة راحكون فيه خلاصة عامة للتجميع وخلاصة خاصة لكل قطعة لحدة بس هدف التجميع زي ما حكيت إنتاج المحتوى عالي للجودة واللعب على وضوح 4K أعلى عددات ألترا على شاشة ممكن يكون ترددها 1440 هرتز فخلينا نروح نستعد القطع وحده وحده نعمل أمبوكسين وفتح صندوق لحكي عن الخصائص سريعة نستفيد شوي بالقطع اللي ما عينناها قبل هيك هاي لوحة أوم NZXT ال N1 B650E بشريحة B650E اللي بتدعم رايزن 7000 وتقريبا نفس اللغة التصميمية اللي شفناها من الجيل السابق من لوحات NZXT اللي فيكو بتذكر عيننا لوحة منهم B550 ولكن مع شوي تطويرات نفس تغليف NZXT اللي جدا جميل ولطيف بسيط ما في فزلكات وعندنا معلومات اللوحة كاملة لما نشيل الغطة نلاقي تغليف NZXT اللي بدون ألوان أنا بحب هذا الستايل ولما نفتح الصندوق نلاقي اللوحة أول إشي أسفلها في عنا حجرتين للملحقات أول واحدة فيها براغي أسلاك وأنتينات الواي فاي والثاني فيها الكتاب هاي هي اللوحة مع تغليف الحماية تبعها ويجي من الفوم ولأنه هذا التغليف موجود إضافة لشكل بايو ستوى اللوحات NZXT ونفس الإشي التبريد للسد الجن 5 اللوحة جاية تماما باللون الأسود عندما كان مقبس المعالج AM5 أربعة ماكن DDR5 ومنطقة تبريد VRN بتيجي مراحل طاقة 16-2-1 وصلات الطاقة للمعالج 8-4 وصلتين مراوح للمعالج والبومب وصلتين NZXT RGB خاصة وصلتين System Fan وصلت 24 pin للوحة الأوم وصلت USB 3.2 أمامي Type-C منطقة الشريحة مفتحة وصلت الكيس الأمامية وصلتين Addressable RGB NZXT وصلت Addressable RGB اعتيادية ثلاث وصلات مراوح ثلاث وصلات USB 2 ثلاث وصلتين Addressable RGB وصلت الصوت الأمامي لدينا ثلاث أماكن PCIe X16 واحدة Gen 5 ثلاثة Gen 4 وأسفل الدروع المغناطسية وأسفل هذا الهيت سينك السميك جدا لدينا مأخذ AM2 Gen 5 واثنين Gen 4 وواحد رابع عليه موديول Wi-Fi الأشي اللي يأكد أن هذه اللوحة متصنيع ASRock لأنه ASRock الوحيدين يعملوا هذا الكلام من الجنب لدينا 4 وصلات SATA ووصلتين USB 3 أماميات الوصلات الخلفية لدينا HDMI Clear CMOS و BIOS Flashback أنتينات Wi-Fi وصلتين USB 2 Type A واحدة منهم للBIOS Flashback 6 وصلات USB Type A 3.1 واحدة USB 3.2 Gen 2 Type C 2.5 GB LAN ووصلات الصوت 7.1 ودينا درع باللون الأسود مكتوب عليه NZXT هذا هو درع SSD اللطيف الذي يدعم Gen 5 لأنه حجمه هائل جدا ووزنه هائل جدا طبعا معه Thermal Pad ويركب هون كثيرا عجبني هذا السيستم من الجهات السفلية لا يوجد أي شيء مميز باستثناء هذه الحركة لتثبيت Back I.O التي أيضا استخدمها ASRock هذه العامات Kingston Fury Beast بتغليف هذه المعتادة البسيط جدا والنسخة التي لدينا تدعم AMD Expo يعني ليس فقط Intel XMP تجي DDR5 بسرعة 6000 ميجا ترانسيرز بالتانية وحجم 64 جيجا بايت حبتين كل 32 والتوقيتها 36 38 38 والفولتية 1.35 بالنسبة للشكل لا يوجد أي اختلاف نهائيا ما بين هذه النسخة ونسخ DDR5 البيست الثانية من الأعلى في عناك كلمة Fury وإضاءة RGB هذا SSD Kingston KC 3000 PGPCIe Gen 4 و NVMe M.2 السعة هي 4 تيرا بايت وسرعاته بتوصل إلى 7000 ميجا بايت بالتانية قراءة وكتابة جاي بتغليف Kingston البسيط المعتاد ما في أي شيء مميز هذا التغليف يسموه On Shelf Packing اللي هو بتعلق تشتريه زي أي منتج مش معقد جدا وجاهزوا حالكو كالعادة رح أعمل مصيبة لما أفتح الباكيجز اللي زي هيك لازم يصير هيك نحن نحب الحفاظ على البيئة بس هذا التغليف أصلاً هيكو عملين بلاستيك بس بوقع يعني أنا فكيت هذا SSD بدي أحطه مكانه أو أضبه ما بكبس يعني شو مكان الليئاو تلحط فيه انتل SSD ما بكبس ويدوه بيمسك بقع بسهولة وهذا هو SSD شكله جداً لطيف جاي باللون الأسود من الأسفل عنا معلومات المنتج من الأعلى عنا مشتت حراري عليه KC 3000 Kingston لون أسود وغرافيك هيك لطيف ولاحظوا انه عليه شرائح من الطرفين لأنه بسعة 4TB أو 4096GB هذه مراوح NZXT F120 RGB هذا الباك يأتي ثلاث مراوح 120 مع كنترولر أو متحكم من الأسفل معلومات مملة داخل الصندوق عندنا المتحكم عليه ثلاث مداخل RGB صالع منه وصلتين Power USB Tool للتحكم كتيب ثلاث مراوح معبرة بيها كل مراوحة جاي باللون الأسود الكامل مع حلقات مطاطية على الزوايا وحلقة RGB وسبع شفرات مع شعار NZXT بالمنتصف من الجهة الخلفية لدينا معلومات الفان وكل واحدة بطلع منها سلكين واحد 4PIN PWM والثاني مصلت NZXT للأدرس بالRGB نتجل القطع التي كنت كتير متحمسة لها وهي كيس أو صندوق NZXT H9 النسخة التي لدينا اليوم هي الإليت وفي نسخة أخرى اسمها Flow سأركز على إليت ضد Flow لأنه يوجد فرق سعري محرز نسخة الإليت سعرها 240$ الثمانين دولار ما بين Flow والإليت أول شيء البانيل العلوية تصير زجاج وليس فتحها هذا الأشي ليس كويس كما راح نشوف كمان شوي ماشي منظرها حلو ولكن أداءها ليس كويس والشغل الثاني أنه ثلاث مراوح من أصل أربعة لراكمين على النسختين سيصيروا RGB على نسخة الإليت لكن RGB جميل جداً سيكون في حلقة إضاءة من الأمام والخلف مهما قلبت المروحة ما راح يفرق الموضوع ونسخة الإليت بيأتي معها متحكم RGB ومراوح لغاية 6 منافذ RGB ولكن كما راح تشوفوا بخلاصة الفيديو بفضل نسخة الـ $160 لفلو على نسخة الإليت إن شاء الله راح نعين نسخة الفلو بفيديو قادم على أغلب التجميع ستكون بيضاء زي ما شفتوا باللنشن نعمل أمبوكسنج وأنا بحكي كيس الـ H9 مستوحى من كيس الـ O11 Dynamic من D&L ولكن كعادة NZXT بيعملوا لمسات عملية وجمالية كثير بحبها بالكيسات تبعتهم اللغة التصميمية جداً جميلة الفتحات المدورة الألوان تبعتهم الأسود جداً مطفي بيجي براشد أو خشن والأبيض بيجي ناصع البياض زي الثلج زوايا الزجاج تبعت الكيس بالذات الزاوية الرئيسية تبعتها جاية بدون أي سبورت أو عمود معدني خلاص زجاج مع زجاج مع زجاج حركة جداً جداً جميلة تدعم مروحة تبريد لغاية 360 مليمتر بالأسفل بالجنب وبالأعلى زائد مروحة 120 مليمتر بالخلف الحجرة الداخلية تبعت اللوحة الأمة مع فتحة المعالج مصمم بطريقة لطيفة جداً شبس لطيفة وعملية الفتحات بالأسفل بالجنب وبالأعلى كافية لمناورة أي كيبلات تبعتها تجربة التجميع بهاي الكيس كانت جداً جداً ممتعة وزي ما أنتوا شايفين الصندوق بيجي دول شيمبر أو حجرة مزدوجة الباور سبلاي بيجي بالخلف وليس بالأسفل أو الأعلى أماكن لأربعة SSD اثنين هارد درايف بيجي بي كيج أو بقفص واجهة الجهة الجانبية جاي كلها مغلقة مش زجاج ولكن كلها مفتحة جميلة جداً هاي الحركة من الجهة الصفلية في عنا أرجل مرتفعة زائد دست فلتر للحماية من الغبار بنشال وبترجع عشان التنظيف وزي ما حكينا بتوسع لغاية 360 ملمتر ثلاث مراوح من الجهة العلوية في عنا المعتاد لكيسات NZXT كبسة الباور اللي عليها الحلقة بتضوي كومبو مايكروفون وسماعة واحدة USB Type-C وثنتين USB Type-A ولكن الإشي الجميل شكلاً وسيء أداءاً هو البانل أو اللوحة العلوية جاي مكمل التصميم الحديدي مكمل والزجاج مكمل الزجاج خانق التبريد الجاي بالأعلى فإذا حطيته تبريد معالج فوق الأداء ما رح يكون كويس فأنا إن شاء الله بعد هاي التجميع رح أرجع أغير مكانه من الأعلى للجنب لأن فتحات التهوي جاي صغيرة جداً بالجهة العلوية ويدوب هالمساحة الهواء يطلع ويروك بشكل جانبي على الفتحات الجانبية برأيي الشخصي ما فيه أي داعي لهذه الحركة إلا إذا NZXT حطت بانل علوية إضافية نفس اللي بتيجي مع الفلو بنسخة الإليت عشان إذا أنت ما بدك هذا المنظر تهتم فعلياً بالأداة لا تشير زجاج وتحط بداله الحديد وهاي كانت السلبية الرئيسية الوحيدة بهاي الكيس إضافة للسعر طبعاً عشان هيك برجع بحكي من الآن إنه الفلو كتير أفضل من نسخة الإليت 80 دولار أرخص إذا بدك تقرر تجلب فانات بعدين بتجيب والكنترولر مش إشي ضروري كتير لأنه أولاً إذا استخدمتوا بورد NZXT اللي عاينناها عليها أربع مداخل RGB NZXT أو إذا تشتروا فانات NZXT أو أي فانات من شركة ثانية كل واحد بيجي معها كنترولرها فما في داعي تدفع فلوس زيادة 80 دولار على إشي رح يخنق الكيس وتدفع بصاري زيادة على إشي فعلياً انتو مش بحاشته كتير 160 دولار بيخلي كيس الفلو بفئة بتنافس كيسات أخرى زي O11 Dynamic وكيسات الفئة العليا من شركات أخرى لمش قادر أستنى أعين الفلو إن شاء الله من الجهة الخلفية ما في أي شيء مميز المروحة 120 مم سبعة سلوتس الدول شيمبر للPower Supply زائد ما في دعم نيتف لـ Vertical GPU أو كرت شاشة عمودي بالنسبة لمرحقات الصندوق في عنا كرتونتين واحدة صغيرة فيها البراغي وتيز وواحدة كبيرة الحجم فيها البركت اللي بتبدله فيها براكت 360 مم اللي بتيجي عبارة عن بلاستيك أو بلكسي إذا كان مبردكو 360 مم أو فعليا مراوحه 120 مم أو تركبه مروحتين 140-140 أو مبرد 280 مم وصراحة مش شايف في داعي للبلكسي لأنه أصلا الزجاج معتم إضافة لتحفظاتي على البانيل العلوي خلينا نروح الآن لتسريع لعملية التجميع اللي كانت زي ما حكيت جدا 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 ممتعة ما تغلبت ما نجرحت ما نحشرت إيدي كل شي كان واضح انتباه NZXT للتفاصيل كان كتير ممتاز بكفي الغطاء الخلفي اللي بفتح بتسكر بطريقة مغناطيسية ومعه براغي اللي هو مستوحى من كيس الـ H1 فبرفع الـ NZXT القبعة على شخصان كيس الـ O11 Dynamic صبغوها حتى من جوه بكل خصائصها تقريبا بلغة NZXT بس برجع بنزل القبعة مرة ثانية لما أتذكر البانيل العلوي مزيدا لا ترجمة الانترنت مقرد ميلون ميار خرج اشتركوا في القناة 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 الحرارة تزيد خمس درجات المراوح المبرد ستصبح عالي كثير وإذا دعنا المراوح على سايلنت تزيد الحرارة عشر درجات لذلك أنا كرهان الغطى العلوي لهذا الكيس لا سأضع لكم النتائج هون شوفوها بفير مارك ونتائج الألعاب اللي فعليا المعالج مش مضغوط كثير شوفوا حرارته قديش متوسط بعد فترة من اللعب المعالج بحمى كثير لما نشير الغطى الأمور ترجع تمام للمرة الخامسة بحكي فلو أحسن من الإريد ما علينا نروح لاختبار فيرماك اختبار كرت الشاشة الحرارة كانت طبيعية كثير التهوية بالكيس كانت ممتازة خصوصا لما نحط ثلاث مراوح بالجهاز السفلية تضرب هوا مباشر على كرت الشاشة كانت أموره طبيعية جدا فحرارة كرت الشاشة بهاي الكيس من أفضل السيناريات اللي شفناها بمعظم الكيسات بس هون بلش نشوفو حرارة المعالج كيف مرتفعة وفعليا مش كثير مضغوط ماشي حرارة الخمول بمعالجات AMD عالية بس مش المفروض المعالج يحمل قرر اختبارات إنتاج المحتوى ما رح نخوض فيها بالتفصيل لأنه جربنا هذا المعالج وجربنا هذا الكرت ولكن أول مرة بنعمل كومبا بينهم فهي هم موجودين حين بنمشي عليهم سريعا بعطونا الأداء المتوقع من كرت RTX 4080 ومعالج رايزن 9 7900 16 نواة 32 مسار زي ما شفتم مش كثير بفرق عن معالج الأكس من ناحية الأداء صرف طاقته أقل وحرارته أقل نروح لاختبارات الألعاب واليوم جربنا 11 لعبة على وضوح 4K أعلى إعدادات له Ultra إذا فيه Ray Tracing Ultra وإذا فيه DLSS حطناها على Quality وإذا فيه FSR حطناها على Quality أو Ultra Quality يعني أعلى إعدادات مع استخدام التقنيات المساندة أيضا ما رح نخد فيهم التفصيل هنا مستعرض نتائج واحدة واحدة لكل لعبة بس زي ما أنتم ملاحظين معظم ألعاب لـ AAA كانت شغالة 4K حوالين 140 فريم بالثانية ممكن أقل بعض الألعاب المتطلبة جداً كانت تحت 100 فريم ولكن كانت بعيدة كل البعد عن 60 فريم بالثانية فتجربت الأداء خرافية جداً حرارة الكرت كانت ممتازة استهلاك الكرت كان ممتاز صحب الطاقة كان طبيعي الإشي الوحيد لما كان طبيعي إحنا مسكنين الغطاء العلوي هو حرارة المعالج ماشي الألعاب وبالذات الألعاب المتطلبة تسحب من المعالج بس مش لازم حرارة المعالج تكون هالقد وإحنا فاتحين الغطاء وشغلين على AIDA64 حرارة ما وصلت هالقد عادة المعالج بيكون مرتاح بالألعاب بالذات إذا كنا مشغلين على وضوح 4K فأنا مستغرب كتير من NZXT ليش مطلعين هذا الغطاء بدون غطاء الفلو هذا أضعف الإيمان حطوا غطاء الفلو معها بنفس السعر بس صراحة هذا الغطاء العلوي مش مقبول أبداً وبيخرب أداء كيس جداً تجربة البناء فيها خرافية منظرها جداً جميل وعملية بتشتغل بس التهوية لفوق مش زابطة وأنا ما بدي أضطر أحط المبرد بالجهة الجانبية بس ما علينا رح أضطر أعمل هيك ومع هاي الملاحظة بنوصل للخلاصة أول شي خلاصة عامة عن كل هاي التجميعة زي ما حكيت بداية الفيديو هاي التجميعة هي للقناة مش تجميعة بنصحكم تشتروها بشكل مباشر لأنه في كم قطع بفضل نبدله ولكن كنا حابين نعمل تجميعة سوداء بشكل كامل على هاي الكيس معظم القطع كانت NZXT الشكل النهائي طلع جداً جميل فخلينا نحكي عن القطع وحدة وحدة ليش اخترناها وشو البديل المنطقي للقطع اللي ما بدنا إياها أول شي المعالج هو رايزن 9 7900 من أفضل معانجات إنتاج المحتوى أرخص من 7900X أداءه ممتاز كثير بالجيمز عدد أنويته عالي 16 نوا 32 مسار من الجيل الجديد فإجمالاً عجبنا هذا المعالج لما عايننا لوحة الأومل N7P650E زي معظم قطع NZXT شكلها جداً خرافي أداءها جداً ممتاز لابس التجميع على لبس لأنه NZXT مع NZXT شكلها كثير جميل مش مستخدمين RGB على اللوحة لطيف، سليك، بسيط ولكن سعرها مرتفع شوية 300$ اللي هي صفة موجودة بكل بوردات P650E سعرها مرتفع خصوصاً أن هذه اللوحة مش أفضل باور ديليفيري بلوحات P650E أو X670E الباور فيززز فيها 16 زائد 2 زائد واحد وصلات الباور تبعت المعالج 8 زائد 4 ماشي بيتكفي لكل المعالجات ولكن قصدي فيه لوحات مواصفاتها أعلى من هيك عشان هيك رحنا معالج مش X على هذه اللوحة فخلاص للوحة جميلة، أداءها ممتاز ولكن ذلك تدفع ضريبة NZXT رامات Kingston Fury Beast من أكثر رامات DDR5 استقراراً وكمباتبل مع كل لوحات اللي شفتها ولا رامات Kingston Fury Beast بالذات عملت مشاكل مع أي لوحة سرعة 6000 ميجا ترانسورز بالثاني بشبهها ب3600 ميجا ترانسورز بالثاني اللي كانت في DDR4 مناسبة لكل لوحات AMD وانتل عليها 2 إكس بو بروفيل و 5 إكس بو بروفيل ثلاثة بوبوليتد و 2 موجودين فري بإمكانكم تضعوا كمان بروفيلز عليها الشكل الجديد للفيرو بيست الار جي بي اللي لطيف فالسطور عال كتير فأطريت أن أزله بعد مصورة الفيديو شان يكون زيه زي الكرت والمروح تخزين الكيسي 3000 أيضاً أعطى الأداء المتوقع منه مناسب للألعاب وإنتاج المحتوى ولكنه ليس منتشر كثير مثل الرينيجيت اللي في منه يجي درع وفي منه يجي بتون وسرعات الرينيجيت جاي أعلى شوي ولكن لإنتاج المحتوى بفضل الكيسي أكثر كرت الارتي اكس 4080 ركبت نسخة السريكس غصبا عني لأنه هي النسخة الوحيدة اللي جاي سعودة لو كان عندي سريكس 4070 Ti كان ركبته ولكن الارتي اكس 4080 ما كنت بفضل أركبه على أي تجميع ولكن زي ما حكيت غصبا عننا عشان اللون ولكن الارتي اكس 4080 ما من ننصح فيه الارتي اكس 4090 غالي كثير الارتي اكس 4070 Ti ما زلنا عند رأينا إن الكرت الوحيدة في فئة الاربعة تالاف لنمشي سعره مقارنة مع أداء ولكن للأسف الشديد ما في خيرات أخرى كروت الارتي اكس 3000 سعرها صار غالي كثير بطلت متوفرة وكروت اي ام دي أداء بإنتاج المحتوى مش جيد باور سبلاي انزي اكس تي سي الف تعمل لي عليها بقدر نسميها منتج ستاندرد فبتقدروا تجيبوها او اي اشي بسعر ارخص ونفس الجودة من الشركات اللي منعينها دائما مبارد الكراكن الاكس 73 رأينا فيه ما زال زي ما هو سعره مبالغ فيه اداء كويس شكله لطيف ولكن ايضا متدفع ضريبة انزي اكس تي زائد الملاحظة اللي حكيناها عن كومباتابلية تبعت الام 4 مقابل الام 5 نفس الاشي مراوح انزي اكس تي شكلها جدا ممتاز اداءها كويس ولكنها مش افضل مراوح ولكن سعرها مبالغ فيه خصوصا اذا كانت ار جي بي ومعحة كنترولر واخر اشي عنا كيس الاتش ناين ايليت اللي حكيت رأيي فيها بكل الفيديو كيس رهيب جدا من ناحية شكل اداء تجرب التجميع شكل نهائي خيارات بالتجميع اكسبانشن سلوتس مختلفة اللعيب الوحيد فيها هو سعرها الميتين واربعين دولار اللي مفرق عن نسخة الفلو الاخرى اللي هي مية وستين دولار والفروقات هي ثلاث مراوحة ار جي بي بدل ثلاث مراوحة عادية كنترولر ار جي بي والغطى العلوي اللي بيخلي الاداء اسوأ ماشي المنظر اجمل بس مش بكتير وما بستاهل نزلت الاداء فخلاص الاليت تركوها وروحوا على الفلو بس منصحكم تستنوا وتشوفوا تجمعتنا على الانزي اكستي اتش ناين فلو ان شاء الله حكونا رأيكو انتو بالتعليقات بالنهاية شكرا لكم على المتابعة ان شاركونا عجبكو هذا الفيديو اذا عجبكو اعملوا لايك او اعجاب لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا اي فيديوها جديدة مننا اذا عندكو اسئلة ملاحظات او اقتراحات اضطوها بالتعليقات ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم تحية كبير جدا من دارك ومني انا ماد سلام